نرجع إذن للشأن الوطني ومن بين الأحداث الهامة اللي تحدث عليها الشارع التونسي هذا الأسبوع ربما هي التصريحات اللي قاموا بها بعض المنتمين للترويكا الحاكمة حول التلزق الوطنية واللي تحدثوا على إمكانية بيحة للخواز إذن ننتقل مباشرة لسوق العصر حيث تابعنا بقية أطوار هذا الحدث هو الله أيا وينكم يا كمالة وينكم يا ديمغرافية الشعب أسري تربح هو الله تسري هو الله تربح أيا تلفزة يرسدي خدمة خمسين سنة على فرديد أيا هو الله فرصة للتوعد هو الله يا مدام سوعد هو الله ما على وسائل يا جبالي أيا قولي تلفزة ذي رباية وأنا مستعد نشر بفلوس يا شيدي لانيا أما قولي نحب على شر تلفزة ذي أتعاد نهار كامل على الجيش نحب الصباح نقوم نحل تلفزة نلقي الصباح عمز جيش نباعت من القتاعت وعمز جيش حبي أعديوك صبوتات تحت تجنيد أهه شيش رو الجيش لا بلا وسمعني وعلى شرط آخر نحب المرزوخي ما يتعدهش المرزوخي ما يتعدهش حب تعديه عدي بعد نص الليل أصباح يوف المرزوخي يعافي زع الجيش حيقول لي هذا خانتفهموا فيعة تلفزة ذيها هي بلادنا قدش فاعة من بوش لا 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 استغفر الله هو الله يلكلام اللي تحكي فيه مشبهه ماذا هو قلنا لك رو حكاية البوس والتعنيق رو مش متعنا استغفر الله ويا سيدي هش اللي تربح سمحنا أخويا بلاي بالله لا لا خير جبالي حتى أنا ما بطلت مش بشريها أكره نشريها بطلالي ما تمشيشها لا مش بشيش ميجيش رو اي بس لها ما سيدي ووجي كان بعتها ايا سيدي هيا كمالة ايا سيدي وين ديمغرافية الشعب بلاي بالله لا حول ولا قوة لا بالله هذي عاد قلت له مسكته هذي كما يقول ابن واوة كان قيت حكومة من رفزة أعرف لي رأي من غضوة بش تبيعها التلفزة هذي هيا يا وديش تعمل يا جبالي أكرت لك الدويرة على عويم معناه موقتة كرية موقتة ذي أكرت هالك على عويم بديت تبيع شوه اليوم تلفزة غضوة تبيع لي بيت النوم من بعد الصالة ما استغرب الجمعة جاية نقاك ناصب بالقصبة هذي هيا أنت فهم جاية السيدي هيا كمالة السيدي وين ديمغرافية الشعب هاي السلام يا جبالي شينو حالك شينهمورك شبالي شنو عامل انت جبالي شا تعمل هنا جبالي أنا رصت بصاص أنا برايما قصاص أنا شاري تناب فلوسي انا اقول لك ناس توقل في الظلف وانت ناصب بالتلافز يا جبالي تبيع القصور تبيع الارباص تبيع البواخر تبيع الحبيب لحظة برك وبناتنا تحلوة تلفزة دي تنكلم الدكتور سيلهاشي من قلها قالوا دكتور سيلهاشي من شين امورها براهيم 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 قصاصي جيت لك تلفزة كبيرة جديدة دكتور نحي عليك المستقلة تزوز بيوت وصالة هذي تلفزة كبيرة عريضة مقابلة الهولتن عرقوبة عرقوبة دكتور هذي نخضوها يا سيلهاشي من تنا نأكد لها تدير جزائر تولي تصوطننا تنوض من تون تتصوطننا هي يا سيلهاشي من خلصة تو كلتان تنخلصة تو كلتان سيلهاشي من هو الله يا سيبراهيم لحظة 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 لأ هو الله حاب نقول لك لنا احنا بطلنا من البيعة هذي وما ناش باقين تتقول انت يا جبالي تنا نقول لك تنشلو تتقولي لا تتحدث انتكلم تتقص عليه تنا شاري تنا حر تنا بفلوسي تنا الدكتور قال لي تخورها تنا خلصة كلتان هذي تو هو اللهي قلت هالك من قبل وما تخانيش نعودها قلت لك ما تقاطعنيش لما نتكلم تنا حر تنا نتكلم تذي ثورة تنا نتكلم عليها تنا استوكراف الظلاف وانت تقول لي تتشريش هو اللهي مش مشكلة هاو الحل هاو سيدي كفاش تسكت انت هو اللهي ديمغرافية الشعب حما تلحمة يا حما تلحمة هلمو هلمو لمشد الزمن حما تلحمة يا حما تلحمة هلمو هلمو لمشد الزمن اذا بعد ما استمعنا بكل خشوع على النشيد الوطن نمر الان الى النشيد الفريق المنافس عفوا نمرو اذا الخبر الموالي ونقعد في نفس اليتار موضوع الاعلام والتلفزة كثالك حيث صرح سيسمير بن عمر اللي هو موش راضي على اداة التلفزة التونسية اللي ماشق على تعدي في نشاط سيد الرئيس المؤبد سيلمنصف المرزوقي بطبيعة انا وكاعلامي ملتزم بالحياد واخليق المهنية قررت انا وفريق البرنامج شو نقوموا بدورنا على احسن وجه ونعرضوا بداية من اليوم وكل اسبوع ملخص نشاط الغزير والمكثف لسيد الرئيس المؤبد سيلمنصف المرزوقي نبدأ اذا هوني بصورة الاسبوع الفارق لدخل التاريخ لزيارة الرئيس لسجن النظور والحركة التاريخية وهنا كذلك في لقطة اخرى تاريخية صورة اخرى خلال اجتماعه مع جرح الثورة وحركة كذلك تاريخية ثم شوفوه هنا في ندوة حول موضوع التشغيل والقضاء على البطالة وكذلك ربما في اليوم الموالي في تظاهر حول غلال اسعار واخيرا في اجتماع وزاري قدم فيه البرنامج العام للحكومة خلال الفترة الانتقالية وهكى حضرات النظارة والنظرات يكون ارضيت الضميري وقمت دواج بالعليمي وهكى نقلت فيه معز الى اللقاء ونلتكاو في الاسبوع المقدس الى اللقاء